أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذر من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون آية الرجاء آية حسن الظن في ربنا آية الثقة في رحمة ربنا سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم الآية دي ليها سبب نزول إن أحد الصحابة اسمه عياش بن أبي ربيعة في وقت الهجرة وهو طالع يهاجر جي أبو جهل قال له أبعد هاجر ده والدتك بتقول إن هي هتموت نفسها لو أنت سافرت طيب أنا محتاج أهاجر لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أنتوا بتقتلونا في مكة هنا وبعدين بعض أصحاب قالوا له ما تعملش كده لو عملت كده بيتحك عليك والدتك بخير وعايز يرجعك مكة عشان يعذبوك لغاية ما يردوك عن دينك سمع كلام أبو جهل ورجع معاه وفعلا ربطوه وقعدوا يعذبوه لغاية ما فتنوه عن دينه سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول فكنا نظن أن الله لن يقبل منهم صرفا ولا عدلا اللي زي عياش اللي رجعه ومهجروش للنبي ربنا لا يقبل منهم فرض ولا سنة بعد اللي عملوا ده حتى نزلت قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فسيدنا عمر بن الخطاب كتب الآدف ورأة وبعتها لسيدنا عياش بن أبي ربيعة فلما قرأها اتمله بالرجاء في رحمة ربنا وركب على الجمل ورجع لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ورجع تاني الدين وعاش مع النبي اليأس نوعين يأس من النفس ويأس من رحمة ربنا أنا وحش ما استهلش إن ربنا يرحمني ده يأس من النفس وده أقل من اليأس التاني الأكبر إن أنا أتصور إن ربنا خلاص قضى إنه ما يرحمنيش فيحصل لي حالة من القنوط قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا لا تيأسوا من رحمة الله ممكن واحد يتهي نفسه إنه ما يستحقش ودي حاجة مش كويسة لكن الأصعب جدا واللي بتسد أبواب الرجاء في عينين البني أدم وقلبه إنه يحكم على ربنا إن ربنا خلاص مش عايزه ودي قوة إبليس وذروة سيطرة إبليس على قلب البني أدم إبليس أصلا معناها يعني اليأس بيبقى عايز يخلينا نيأس من رحمة ربنا فبدأت الآية بقول كأن ربنا مش بيتبرة من أصحاب الذنوب الكبيرة أسرفوا على أنفسهم يعني عملوا ذنوب كتيرة بتكرار في الزمن الذنوب نفسها حجمها كبير وبتتعامل كتير قوي وبطول الزمن فربنا قال أنتوا لسه عبادي وكلمة عبد تشريف قل يا عبادي الذين أسرفوا والطبيعي أنك إنت لما تحب تتكلم على إنسان مسرف تقول يا مجرمين يلا أسرفوا يا فاسقين يلا أسرفوا يا غافلين يلا أسرفوا لكن ربك سبحانه وتعالى أوسع مما نتصور فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بلاش الشيطان يقنعك إنك ملكش مكان عند ربنا لأنك هتروح لمين إحنا بنخاف من كل شيء بنفر منه إلا الله بنخاف منه نفر إليه فأنا لو هفر لربنا وأنا اعتقادي إنه مش قابلني هبص على كل الأحداث اللي في الدنيا هحس إن ربنا بنتقم مني فلو إداني نعمة يبقى بيستدرجني عايز يديني عشان ما يدينيش حاجة في الآخرة ولو ابتلاني يبقى بينتقم مني لأنه غضان وتتقفل قدام عينين البني آدم أي معاني للرحمة والتودد اللي ليل النهار بتنزلنا من ربنا فربنا نفى إن إحنا نحكم عليه نحكم إن خلاص أعرض عن العبد فربنا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كلمة جميعا دي حاصرة وخد بالك غفور يعني يغفر كل شيء غفار يعني يغفر كل مرة ربنا الغفور الغفار الذي يغفر كل شيء كل مرة بس ارجع لربنا سبحانه وتعالى وهو اللي قال ورحمتي وسعت كل شيء وإحنا على بعض بالأكوان كلها شيء ورحمة الله وسعت كل شيء الآية دي الكنز اللي وراها مفيش حد مفيش شيء لما بنتعدى كأن أفعلنا بقت أكبر من سعة رحمة ربنا إحنا كلنا كده نغرق في بحر رحمة ربنا سبحانه وتعالى وسيول الغفران اللي بتنزل من رب العالمين إذا أراد يعني تذيب أي جبال من العصيان كما يقول العلماء الخلاصة ارجع له وخليك معاه وهو اللي بينادي وبيقولك أنا مش باتبرى منك انت عبدي حتى لو كنت مسرف لا تقنط وعد إلى ربك شكرا للمشاهدة